مرحبا بكم مرة أخرى معكم حصة لنعيمة متطوعة في تعليم فوق الجميع اليوم احنا في شمال كردفان في السودان في مدينة الأبيض هنا في مركز التعليم البديل أحد المراكز العديدة في السودان لتعليم الأطفال خارج المدرسة هذا المركز يعتمد على منهج الحكومي ولكن منهج مكثف لكي يساعد ويمكن الطلاب من الالتحاق بالمدرسة الوطنية اليوم تعرفنا على الكثير من العوائق التعليمية التي يواجهون هذه الأطفال منها الفقر منها الأفكار الثقافية ومنها الحرب اليوم تعرفنا على بعض هؤلاء الأطفال منهم اللاجئين حاليا هناك سبعين مليون طفل خارج من المدرسة لقد وعدناكم نحن مؤسسة التعليم فوق الجميع مع شركائنا لإعادة عشرة ملايين الطفال إلى المدارس الابتدائية فكونوا معنا يدن بيد لإعادة هؤلاء الأطفال إلى بيئتهم الطبيعية المدارس شكرا